فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النعم ورحبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج أهل الذكر وأبدأ كعادتي في حلقاتي بمسألة فقهية خلافية بين أهل العلم قبل أن أجيب على أسئلة حضراتكم بإذن الله رب العالمين المسألة مسألة الليلة هي في المسح على الجبيرة الجبيرة الجبس والجبائر التي تكون بدعمات كانت خشبية ويلف حولها رباط قبل الجبس فمسألة الليلة في المسح على الجبيرة الجبس والضمضات وما شابه ذلك إذا كان ذلك على أحد أعضاء الوضوء عند الوضوء أو عند الوضوء ننظر إلى اقتلاف أهل العلم في الجبيرة وكيفية التعامل مع الجبيرة يعني أنت أو أنت حصل كسر أو ما شابه ذلك ووضعت جبسا أو ضمضة فماذا تتصرف كيف تتصرف وكيف تتصرفي الجمهور على جواز المسح على الجبيرة فقالوا بجواز المسح على الجبيرة ولا يتيمم يعني فقط يكتفي على المسح على الجبيرة يعني نفترض لتقريب الصورة أن الجبيرة هو الجبس على الزراع أحد أعضاء الوضوء فماذا نفعل؟ فالجمهور قالوا بالمسح عليه يعني أتوضأ عن سائر الأعضاء ولما آتي عند الزراع فإني أمسح عليها والمسح يكون عليها كلها يعني يستوعب المسح جميع الجبس هكذا أمسح على الجبس أو الجبيرة بكاملها والجمهور لهم أدلة فمن أدلتهم حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا في صفر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسي أي فتح رأسه فهذا الرجل ثم احتلم لما نام احتلم أصابته جنب فسأل أصحابه هل تجدونني رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمت عمره أجل جاء اغتسل ورأسه مفتوحة فجاء الماء على هذا الجرح فمت فلما قضمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبرناه بذلك أو أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العيي العيي يعني الجاهل الذي لا يعلم السؤال يعني الجاهل الذي لا يعلم المسألة فعليه أن أن يسأل كما قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الزك إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب شد على جرحه خرقة ثم يمسع عليها ويغسل سائر سائر جسده فهذا الحديث هو أبو داود وابن ماجا لكن علماء في الجزئية من الحديث التي فيها المسح على الجرح في هذه الجزئية اختلف أهل العلم فيها فمنهم من ضعف هذه الجزئية أنه هو يمسح يعصب أو يشد خرقة على جرحه ويمسح عليها فمن أهل العلم من قال هذا الجزء من الحديث ليس ليس بصحيح وهناك من أهل العلم من حسنه بتمامه بشواهده لكن أكثر أهل العلم على أن هذا الجزء من الحديث وهذا يبين لنا دقة أهل العلم ودقة المحدثين فقالوا هذا الجزء من الحديث ليس له ليس له شاهد ليس له شاهد هذا هو دليل الجمهور الأو الدليل الثاني ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من كان له جرح معصوب عليه توضأ ومسح على العصائب ويغسل ما حول العصائب ويغسل ما حول العصائب فهذا فيه دليل للجمهور على المسح على الجبيرة أو على العصائب اللفافات التي كانت تلف على الكسور أو الجروح وفي رواية توضأ وأيضا ابن عمر في رواية ناو توضأ وكيف كانت معصوبة إن مسح عليها هذا الأصل رواه ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهما وهو صحيح وهو صحيح صحيح وقالوا لا يعلم له مخالف من الصحاب في المسح على العصائب ويغسل ما دون زاد الدليل الجمهور الثالث فيه هو القياس على المسح على الخفين قالوا جوز المشرع المسح على الخفين والمسح على الخفين رخصة فجوز المسح على الخفين فمن باب أولى أنه يجوز المسح على الجبيرة فهذه ضرورة هذا من باب قياس الأولى يعني إذا كان المشرع جوز المسح على الخفين ولا توجد ضرورة وإنما هذه رخصة فمن باب أولى المسح على الجبائر وهذه ضرورة وهذا قالوا من قياس من قياس الأولى أيضا من أدلة الجمهور أنه ورد عن علي بن أبي طال رضي الله عنه قالت قال انكسرت إحدى زندي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسع على على الجبائر هذا الأسر ضعفه الحفاظ ضعفه الحفاظ هذا الأسر لم يصح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذن عندنا في أدلة الجمهور ما صح عن ابن عمر والقياس وعندنا حديث جابر ورأينا خلاف أهل العلم في الجزء الذي فيه المسح على العصار هذه أدلة الجمهور هناك من أهل العلم من قال لا يمسح علي لا يمسح عليها وإنما هو يتوضع على الأعضاء وانا ضربت المسل بالزراع فيتوضع على جميع أعضاء الوضوء ولا يمسح على على الجبس وإنما فقط يتوضع اختار ذلك ابن حزم وقال لا يكلف الله نفسا إلا أسعاه وقال إنه يسقط مسح ذلك العضو من الوضوء وهو ابن حزم نظر إلى الحديث التي وردت فيه العصائب فقال هي لم تصح هي لم تصح ومن المعلوم أن ابن حزم لا يعمل بالقياس على عكس ما عليه جماهير جماهير أهل العلم ومسألة إنه هل هو فقط الذي ضعف ما ورد من أحاديث في المسح على العصائب لا هناك أيضا قال البيهقي لا يثبت في المسح على العصائب والجبائر شيء لكن أنت استمع أنه صحة عن ابن عمر رضي الله عنه وما أنه مسحة على العصائب كما ذكرت ذلك من أدلة من أدلة الجمهور هناك رأي سالس لأهل العلم هذا الرأي قال يغسل الصحيح ويتيمم عن العضو المصاب يعني يجمعه ما بين غسل الأعضاء احنا ضربين المسل بالزراع فهو يتوضع على سائر الأعضاء وبعد أن يتوضع فإنه يتيمم فإنه يتيمم يعني يتيمم يضرب ضربة في التراب ويمسح وجهه وكفي فقالوا أنه لا يمسح على الجبيرة أو على الجبس وإنما هو يتوضع على سائر الأعضاء إلا العضو المصاب وثم يتيمم وهذا ورد عن ابن عباس عن ابن عباس عند ابن خزيمة وعند غيره وحسنه يعني أهله العلم قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا أجنب الرجل وبه الجراحة والجدري فخاف على نفسه إنه اغتسل قال يتيمم بالصعيد وورد عنه أنه جمع ما بين الغسل يعني الغسل أو الوضوء في أعضاء الوضوء وبين وبين التيام لما عندنا الآن آراء في المس على الجبائل عندنا رأي الجمهور جمهير أهل العلم على أنه يمسح على الجبائر على الجبس وعلى الجبائر وعلى الأربطة التي إذا رفعت أدى ذلك إلى يعني زيادة الجرح إن كان هناك إن كان هناك جرح أو كسر فالجمهور على المسح عليها استوعب المسح على جميع ليس كالخفين يمسح على هما فقط وإنما في الجبائر والجبس يمسح عليها بكاملة وهذا ما عليه الجمهور هناك رأي ابن حازم الذي قال هذا العضو المصاب يسقط يعني لا يمسح علي ولا يتيمم علي وهناك من قال يتيمم يتيمم عنه الأحوط في هذه المسألة التي نبحثها الليلة أن نمسح عليها ونيتيمم ده الأحوط لأنه صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه عنه فالأحوط أن نمسح عملا برأي الجمهور وعملا بما صح عن ابن عباس رضي الله عنه فبعد أن نتوضأ أو نغتسل نتيمم إن فعنا ذلك من باب الاحتياط ومن باب العمل بجميع الأدلة من باب الأحوط فذلك خير إن اكتفينا على رأي الجمهور من المسح على الجبيرة على الجبس أو ما شابه ذلك فبها فهذا ما عليه جمهور أهل العلم لكن لو أحببنا الاحتياط فنحن نمسح ونتيمم لأن ذلك صح عن ابن عباس رضي الله عنه هذا والله أعب أنتقل إلى الأسئلة التي وردت من حضراتكم على صفحة القناة أو على صفحة الشخصية فأول سؤال ورد هو في عن كيف تعرف المرأة أنها طهرت من الحي كيف تعرف المرأة أنها طهرت من الحي الطهر طهر المرأة من الحي يكون إما بالسائل الأبيض الشفاف وهو سائل يدفعه الرحم بعد دم الحي وهو يسمى بالقصة البيضاء وهو يسمى بالقصة البيضاء سائل أبيض شفاف يدفعه الرحم تعرفه النساء هل كل النساء يعني ينزل عليهن بعد الدم قصة البضاء هذا السائل الأبيض لا ليس كلهن فإن لم يكن من عدتها ذلك فتكون علامة الطهر هي الجفاف علامة الطهر هي الجفاف بحيث إذا وضعت شيئا كقطن أو نحوي فإنها ترى الجفاف إن خرج هذا القطن بلا دم أو صفرة أو كدرة فقد طهرت إذن المرأة تعرف أنها طهرت من الحيد إما بالقصة البيضاء وسائل أبيض شفاف يدفعه الرحم بعد دم الحيد أو إن لم يكن من عادتها ذلك فتعرف ذلك بالجفاف وهي أن تضع قطنة في محل الحيد وتخرج هذه القطنة يعني لا تحشو إلى الداخل بالطبع تخرج هذه القطنة بدون دم أو كدرة أو صف سؤاله التالي عن حكم الكدرة والصفرة حكم الكدرة والصفرة وهو الكدرة والصفرة هو ما يعني يدفعه الرحم بعد دم الحيد أو قبل دم الحيد فالكدرة والصفرة إن كانت في أثناء الحيد فبالطبع هي من الحيد أو بعد الدم يعني الدم لم يتوقف تماما أي لم تر علامة الطع وإنما تغير الدم إلى كدرة أو إلى صفرة فهذه الكدرة والصفرة لها حكم دم الحيد لها حكم دم الحيد وفي الحديث أن النساء كنا يبعثنا إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الكورسف يعني القطن يعني شيء كده يضعون في القطن وفي الصفرة فتقول لا تعجلنا حتى تريلنا القصة البضاء وهي التي أشرت إليها والحديث أخرجه البخاري معلقا وهو صحيح وهو صحيح إذا أن يكون ذلك في أثناء الحيد أو متصلا بدام الحيد فهذا له حكم الحيد فهذا له حكم الحيد لو كانت الصفرة والكدرة وبعد الجفاف وبعد توقف الحيد فهذه لا حكم آخر فهذه لا تعد شيئاً فهذه لا تعد شيئاً بمعنى أن المرأة إذا طهرت من دم الحيد ورأت القصة البيضاء أو رأت الطهر ثم رأت بعد ذلك بعد الطهر التام والجفاف التام رأت كدرة أو صفرة فهذه لا أثر لها ولا تعد شيئاً يعني المرأة تكون طاهرة لحديث أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً كذا عند البخاري وفي السنن غير البخاري في زياد كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً بعد الطهر شيئاً كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً إذن الكدرة والصفرة ألخص سريعاً كدرة والصفرة وهو الذي يدفعه الرحم ويكون لونه يعني كما عكر كذا له متكدر فهذا إن كان متصلاً بدم الحيض فهذا له حكم دم الحيض يعني المرأة إذن لم تطهر إن كان بعد انقطاع الحيض يعني المرأة طهرت تماماً ثم بعد أن طهرت تماماً رأت القصة البيضاء أو رأت الجفاف وانقطعت دم تماماً ثم جاءها زائتها هذه الصفرة وهذه الكدرة بعد الطهر فهي هنا طاهرة تصلي وتصوم وتفعل ما تفعله الطاهرات والله أهل حديث آخر عن حكم رطوبة فرج المرأة الرطوبة هذا يختلف عن الكدرة والصفرة والدم نما هذه الرطوبة التي توجد في فرج المرأة إن كانت هذه الرطوبة في داخل الفرج فليست بناقضة للوضوء ليست بناقضة للوضوء إن كانت بالداخل فليست ناقضة للوضوء طبيعي يوجد فيه النساء إن خرجت إلى خارج الفرج يعني خرجت إلى الخارج الجمهور قالوا عليها أن تتوضى عليها أن تتوضى وبعض أهل العلم قالوا ليس عليها وضوء ليس عليها وضوء والأحوط معاني الجمهور إذا خرجت هذه الإفرازات إلى الخارج الفرج المرأة فعليها الوضوء لكن هل هذه الإفرازات هي عليها الوضوء اخترنا رأي الجمهور هل هي طاهرة أم ليست طاهرة يعني يجب أن تغسل أم لا يجب أن تغسل مسألة فيها خلاف بين أهل العلم فاختار الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد ورواية عن الإمام الشافعية أن هذه الإفرازات طاهرة ولا تستدي أن تغسل السياب التي جاءت جاءت عليها إن نضحت عليها الماء خروجا من الخلاف فذلك خير إذا الجمهور على أن رطوبة فرج المرأة إذا خرجت إلى خارج يعني كانت ليست بالداخل الفرج فهذه يتوضأ منها والله أهل يسأل سائل عن صحة حديث قراءة آيات الكرسي بعد كل صلاة هل صح ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أمر أو قال بقراءة آية الكرسي بعد كل صلاة الحديث هو من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة أي بعد كل صلاة مكتوبة دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت لم يمنع لم يمنع من دخول الجنة إلا أن أن يموت الحديث صحاها شيخ الألباني وغيره من أهل العلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة يعني بعد كل صلاة مكتوبة لم يمنع من دخول الجنة إلا إلا أن يموت السؤال التالي عن الأسباب المانعة من دخول النار والمكفرة للزنوب هذا سؤال يعني طويل يعني اختصره بعض يعني بعض الشيء هناك أسباب مانعة من دخول النار ومكفرة للزنوب حقيقة أن شيخ الإسلام ذكر أنها عشرة أسباب عشرة أسباب تمنع من دخول النار وتكفر من الزنوب والحقيقة هذا الكلام في غاية الأهمية حتى لا نتصرع بالحكم على أحد وقد لا نعلم الكثير من هذه الأسباب فأول هذه العشرة التوبة التوبة وفي التوبة طبعا معلومة أنها تجب ما قبلها تجب ما قبلها وإن كان هذا الحديث ليس بصحيح طبعا إسلام تجب ما قبلها هذا صحيح لكن التوبة تجب ما قبلها يعني الحديث ليس بصحيح لكن معناه معناه صحيح معناه يشهد له الشرع والنصوص الأخرى من ذلك التائب من الزنب كما لا زنب له التائب من الزم كما لا زنب له هذا يشهد لهذه الجزئية أن التوبة تجب ما قبلها إذن التوبة أول سبب من الأسباب العشرة المانعة من دخول النار والمكفرة للذنوب التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أولا التوبة ثانيا الاستغفار الاستغفار قال الله تعالى وإني لغفاره لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى الاستغفار ثانيا يستغفر دائما والاستغفار هذه من وظائف المسلم يعني من عمل المسلم أن يكسر من الاستغفار والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر في المجلس الواحد سبعين مرة أو مئة مرة على على روايتين والاستغفار يغفر الصغائر يغفر الصغائر والله آه ثلاثة الحسنات الماحية الحسنات تمحوا سيئة قال الله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن سيئات إنسان كلما عمل حسنات كثيرة وكبيرة ف تمحوا أو قد تمحوا هذه الحسنات يعني السيئات السيئات أربع المصائب المكفرة المصائب الكفرة إنسان يصاب ويبتلى يصاب ويبتلى فإذا صبر واحتسب فإنه هذه المصائب تكفر عنه زنوبة تكفر عنه زنوبة في حديث أمنا عائشة رضي الله عن عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يشاك شوكة شوف شوكة فما بالنا بالأمراض الكبيرة نسأل الله الشفاء لجميع مرضانا ومرضى المسلمين ما من مسلمين يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة فشوف بقى أنت شوكة فقط لما تشاك شوكة كده لكن تحتسبها عند الله سبحانه وتعالى وتصبر فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك كتبت لك بها درجة حسنة أو حسنات ومحيت عنك عنك خطيئة وهذا الحديث في صناع المسلم وفي حديث ابن مسعود هو متفق عليه الشاهد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يصيبه أزى شوكة فما فوقها أيضا شوكة كما في حديث أم من عائشة رضي الله عنها إلا حط الله عز وجل عنه خطايا كما تحط الشجرة ورقها انظر إلى الفضل يا إنسان لو أصابته شوكة أزى بداية من شوكة فما فوقها فلكن يحتسب ويصبر لا تسقط على ابتلاء الله سبحانه وتعالى ولا على أقدار الله سبحانه وتعالى إنما يحتسب ويسترجع يصبر فهذا الله سبحانه وتعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يحط عنه خطايا كما تحط الشجرة ورقها شوف الورقة كده في الشجرة في الخريف كيف تسقط أوراكها الصفراء كذلك من احتسب ما يصيبه وما يبتل به يحتسب ويصبر ويصبر عليه المصائب المكفر خمسة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام شفاعة لأهل الكبائر من أمتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي حديث عند الترمزي والحاكم وصحح وفقه الزهبي فإذا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ستة شفاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني مثلا كالشهيد مثلا كالشهيد فالشهيد كما ورد في الحديث ويشفع في سبعين من أقاربه يعني له من مات شهيدا في عائلته فبإذن الله يشفع له كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من درمزي وغيره ويشفع في سبعين من أقاربه هناك شفاعات الأطفال الذين ماتوا صغارا شفاعات العلماء شفاعات غير غير ذلك ف شفاعات غير النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأسباب أيضا دعاء المؤمنين عندما ندعو لإخواننا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فهذا الدعاء أيضا فالله سبحانه وتعالى يكفر به سبحانه وتعالى تمانية ما يهدى للميت من السواب والصدق والعتق ما يهدى للميت ونحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث من صدقة جارية ولد يدول أو علم ينتفع به أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الحج وكذلك العمر والصيام والصيام عنه فيما لم يصمه إلى غير ذلك فلا شك أن ذلك أيضا في يعني في حسنات الماء تسعى فتنة القبر فتنة القبر سؤال الملكين سؤال الملكين فهذا أيضا الله سبحانه وتعالى يكفر به من من الزنوب من السياد عشرة أهوال يوم القيام أهوال يوم القيام فانظر إلى هذه العشرة فحتى لا تجزم لأحد بعينه من أهل القبلة أنه في النار لا تجزم لأحد بعينه وإنما أنت كامرة رأيت فربما أنت تقول إن فلانا هذا يعني فيه وفيه وأنا ذكرت لك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية علي رحمة الله أن هناك عشرة أسباب عشرة أمور ذكرتها لك اختصارا هذه العشرة أنت قد لا تعرف عنها شيئا لا تعرف عنها شيئا لذا فإن من عقيدة أهل السنة أننا نرجو للمحسن أن يعني يتقبل الله سبحانه وتعالى إحسانه ويدخله الجنة بفضل ونخاف على المسيء أن يعاقب الله سبحانه وتعالى فنحن نرجو ونخاف ولا نجزم لأحد بعينه أنه من أهل الجنة أو من أهل النار وهذا ليس تمييعا فنحن نقول على العموم أن الطائعين في الجنة بإذن الله وأن العصاط في النار لو شاء الله سبحانه وتعالى فهم في مشيئة الله سبحانه وتعالى ولا نسوي بين مسلم وفاسق كما قال الله سبحانه وتعالى أفمن كان مؤمن كمن كان فاسق لا يستوى لا يستوى هذا كان السؤال وأنا أطلت فيه لأهمية هذا السؤال السؤال التالي تسأل عن حكم ظهور قدم المرأة في أثناء الصلاة من المعلوم أن الجمهور أن المرأة إذا صلت لا يظهر منها إلا الوجه والكفين فقط إذا ظهر منها شيء آخر أدى ذلك إلى بطلان صلاتها فالسؤال عن ظهور قدميها في الصلاة هناك ظهور عارض يعني هي تغطي قدميها بإزدال طويل بإزدال على الأرض طويل فمثلا جاء طفل الصغير أو جاء بعض الهواء فأظهر بعض القدمين أو بعض القدم فهذه سريعا تغطي ما ظهر من قدميها وصلاة وصحيح لكن الكلام في ظهور القدمين والاستمرار على ذلك كأن ترتدي هذا الإزدال يكون قصيرا لا يغطي قدميها عند الركوع عند القيام عند السجود فالجمهور على أن صلاتها ليست صحيح ليست صحيح وعليها أن تغطي قدمين إذا فالأفضل المرأة أن ترتدي جورة بين ليس شرطا إنما نحن نقول الشرط هو تغطية القدمين فبأي شيء طويل ماشي لا تظهر الأقدام في أي حركة من حركات الصلاة لا الركوع ولا السجود ولا في القيام تغطي القدمين وهذا كما ذكرت ما عليه الجمهور هناك من أهل العلم كالإمام أبي حنيفة قال تغطية قدمين المرأة على الاستحباب على استحباب وليس على الوجوب يعني عنده إذا ظهرت أقدام المرأة في الصلاة عند الإمام أبي حنيفة صلاتها صحيحة وهذا ما اختاره ابن تيمية اختار ابن تيمية أن تغطية قدمين المرأة ليس على الوجوب ولا شك أن الراجح ما عليه الجمهور ما عليه الجمهور فلا يظهر من المرأة في صلاتها إلا الوجه والكفين فقط وظهور كما تكلمت في أول كلام ظهور بعض القدمين في أثناء الصلاة لعارض تغطي قدميها سريعا صلاتها صحيحة لكن الكلام على أنها لا تستر قدميها في الصلاة لا بإزدار ولا بجوربين فعند الجمهور صلاتها ليست صحيحة وهذا هو الراجح والله أعلم سؤاله التالي يسأل أو تسأل عن حك عن مقدار نصاب الزهب مقدار نصاب الزهب الذي يعني نخرج عنه الزكاة يعني متى نخرج الزكاة عن الزهب ما هو النصاب وفي ذلك نحن نعلم أن الزكاة لها شرطان الشرط الأول أن يمر عام هجرة يعني يمر عام هجري كامل من أول ويسترط الثاني النصاب النصاب يعني أنا امتلكت النصاب من أول امتلك النصاب يمر اه عام هجري كامل فإذا مر العام على هجري مع امتلاك النصاب فهنا علي الزكاة علي الزكاة ونصاب الزهب يختلف بحسب العيار بحسب العيارناك عيار 18 عيار 21 عيار 24 فمن نسبة لعيار 24 فنصابه 85 جراما 85 جراما عيار 21 97 جراما 22 97 22 من 10 نصاب عيار 18 113 جراما 113 جرام مرة الثانية عيار 24 85 جرام عيار 21 97 جراما 12 عيار 18 جرام 113 جراما يسأل عن ما ورد من الآذان في أذن المولود عند ولادته ومن الإقامة في أذنه هل صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سننظر إلى الأحاديث التي وردت في الآذان والإقامة هناك حديث موضوع موضوع يعني مجذوب موضوع يعني مجذوب ليس ضعيفا فقط وإنما هو مجذوب عن رسول الله يعني لا يعمل به لا في فضاء الأعمال ولا بشروط بشروط فضاء الأعمال ولا في غيره حديث من ولد له مولود فأذن في أذنه اليوم وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان أم الصبيان هذا حديث مجذوب هذا حديث مجذوب يعني ليس حتى بضعيف لا يعمل به هناك حديث فيه رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام أذن في أذن الحسن بن علي رضي الله عنهما حين ولدته فاطمة رضي الله عنه هذا الحديث أخرجه الترمزي وقال حديث حسن صحيح وحسنه الشيخ الألباني وهناك فريق من أهل العلم قال هو ضعيف هو ضعيف أكثر أهل العلم على ضعفه لكن هو ليس كالسابق ليس كالسابق فمعنى على الأقل يعني من حسنه كالترمزي وكالشيخ الألباني عليه رحمة الله في مسند أحمد أيضا والشيخ الأرنقود في تحقيقه على المسند قال ضعيف قال ضعيف فهو هناك من حسنه وهناك من لم يحسنه وقال بضعفه لكن ليس كالساب وكان الحسن البصري عليه رحمة الله وعمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله كان يؤذنان كان يؤذن في أذن المولود هذا بالنسبة للأذان أما بالنسبة للإقامة فالأحاديث فيها غير ثابتة كما قال الحافظ بن حجر وغيره الأحاديث بالنسبة للإقامة في أذن المولود اليسرى فهي غير ثابتة كما قال الحافظ بن حجر وغيره إذن الكلام عن الأذان الأذان يعني رأينا أن الحديث الذي ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن في وزن حسن بن علي حين ولدته فاطمة رضي الله عنه هناك من حسنه من أهل العلم فربما يقال أن نعمل به في فضائل الأعمال لكن الإقامة لم يصح فيها حديثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أكون بهذا السؤال وصلت إلى نهاية حلقة الليلة بفضل الله سبحانه وتعالى أكتفي بهذا وصل اللهم عن نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون